يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميني رحمه الله تعالى ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمد حفظه الله تعالى نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع الدرس التاسع والثلاثون فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكبل ما تبقى من أبواب هذا الكتاب وقد انتهينا من الباب السابع والأربعين وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب الثامن والأربعين قال المؤلف عليه رحمة الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي هذه الآية التي استدل بها المؤلف عليه رحمة الله وجعل هذه الآية هي التبويب لهذا الباب باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء معروف أن النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة وقد تعددت هذه النعم منها النعم المتعلقة بالضروريات في حياة المرء مثل الرزق والأزواج والأحفاد والسكن واللباس ومن هذه كذلك النعم النعم المعنوية والتي تتعلق بدين الله وإرسال الرسل والهداية هداية الخلق ثم التوفيق إلى الطريق المستقيم فلو نظرنا في نصوص الكتاب والسنة سنجد أن الله تكلم عن هذه النعم وعن أنواعها فلما تكلم عن الرزق قال ورزقكم من الطيبات ولما تكلم عن الأزواج والبنين والحفدة أيضا قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ولما ذكر نعمة السكن ونعمة الملابس التي تقيك الحر والبرد قال والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم إلى أن قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وأيضا عندما تكلم سبحانه أيضا عن البيوت وعن تسخير ذلك وعن تسخير المخلوقات أيضا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار خلق لنا السماوات والأرض أنزل لنا الماء من السماء أخرج لنا نباتا شتى من بين ثمار كثيرة سهل لنا السفر سخر لنا الشمس والقمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تشرحون سورة النحل فيها ذكر كثير من النعم ذكر من النعم نعمة الأنعام ثم ذكر نعمة كذلك الخيل والبغال التي نركبها وذكر نعمة السماء وما أنزل منها من ماء ونعمة الشجر والزروع والليل والنهار وما أخرج لنا كذلك من البحر وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طرية وتستخرج منه حلية تلبسونها والنعم كثيرة لا تحصى وأعظم هذه النعم هي النعم المتعلقة بالهداية من إرسال الأنبياء اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وإنزال الكتب واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ثم الهداية والتوفيق إلى هذا الدين العظيم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وهكذا أيضا نعمة تأليف القلوب والجمع بين المسلمين على كلمة واحدة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذه بعض النعم الإنسان لا يقابل هذه النعم بالشكر ولا يقابل الله عز وجل أيضا بما أمره سبحانه لهذا لما فسر السلف هذه الآية ذكروا ما يتعلق بقول المرء فمثلا مجاهد رحمه الله ابن جبر المكي من علماء التفسير لما فسر هذه الآية قال رحمه الله هذا بعملي وأنا محقوق به هذا ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه لا يقولن هذا لي قال أي بعملي أنا محقوق بهذا يعني هذا من حقي وقد وصله الطبر في تفسيره وكذلك ابن عباس ذكر المؤلف أنه قال يريد من عندي يعني هذه النعمة من عندي أنا ليست من عندي غيري ولكن هذا الأثر لم نجد له إسنادا عن ابن عباس قال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي معروف أن هذا هو قول قارون الذي كفر بأنعم الله وظن أن الله سبحانه وتعالى لم يعطيه شيء من ذلك بل بذكائه وبقوته لهذا لما ذكره الله قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى أن قال هذا الكافر قال إنما أوتيته على علم عندي يعني هذا الشيء إنما هو بقدرتي بعلمي فالله عز وجل أهلكه وذكره بالأمم السابقة أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ثم الله أخبر أنه خسف به الأرض كما قال الله فخسفنا به وبداره الأرض قال قتادة على علم مني بوجوه المكاشب يعني كسبت هذا المال بطرق شتى أعلمها فهذا مني وبقدرتي وبذكائي وبحرفتي فأنا الذي دبرت ذلك كله وقال آخرون يعني من علماء التفسير ويقصد بذلك السد كما جاء عند ابن أبي حاتم أنه قال على علم من الله أني له أهل أي أعطاني الله هذا لأني أنا أستحق ذلك ولا شك أن هذا لا يجوز فأنت لا تستحق شيئا على الله عز وجل إنما أنعم الله عليك فخلقك ودبرك ورزقك وهو الذي كما أحياك يميتك ثم يبعثك يوم القيامة فهؤلاء فعلوا أسبابا أزالوا بها النعم وهذا أمر خطير على المسلم أن يعرف ما هي الأسباب التي قد تزول بسببها النعم لأنك قد تقع في كفر النعمة كما وقع هؤلاء بل هؤلاء لم يقعوا فقط في كفر النعمة بل وقعوا في أشد من ذلك جحدوا هذه النعمة وظنوا أنهم هم الذين أتوا بها وهم الذين أنعموا على أنفسهم وأنهم يستحقون ذلك ومعروف أن كفر النعمة المقصود بها إذا أطلق كفر النعمة ليس هو الكفر الأكبر فيقال هذا كفر دون كفر لأنهم ما شكروا ربهم الواجب أن يضيفوا النعمة إلى الله أما إذا أضاف النعمة إلى غير الله فلا شك أن هذا من الكفر ولهذا قال الله في القرآن وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ يعني إذا شكرتم هذه النعم سيزيدكم الله من الخير ولئن كفرتم هذه النعم جحتتم ولم تقروا بأن الله هو المنعم فإن هذا سيكون سببا لعذابكم وأي عذاب وللأسف أن كفر النعمة يكثر عند الناس ويجري على ألسنة كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وكيف الإنسان يحذر من أسباب زوال النعم وما هي هذه الأسباب لا شك أن كفران النعمة بأن لا تنسبها ولا تضيفها إلى الله وفي المقابل أيضا تمتنع من حقوق هذه النعمة لهذا كفار قريش كانوا في نعمة فأنعم الله عليهم على ما هم عليه من النعم بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام فكفروا هذه النعم كلها ومنعوا حقوقها لهذا قال الله في حقهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر وأحلوا قومهم دار البوار هذه نزلت في كفار قريش كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الله يقول عن هؤلاء أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون يكفرون بهذه النعمة التي أنعم الله عليهم وفي المقابل يؤمنون بالباطل بالأصنام والأنداد والأوثان وإذا جاء العبد يوم القيامة يذكره الله بهذه النعم لهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أن الله يقول لهذا العبد ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع يعني هذا كله حصل لك في الدنيا الإكرام والسؤدد والزواج وتسخير الخيل والإبل وأما قوله ترأس يعني تكون رئيس القوم وأما قوله تربع جاء في بعض الروايات ترتع والمراد كما قال العلماء تكون في سعة عيش وفي نعمة تلهو وتكون رئيسا مطاعة كفروا بهذه النعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها إذن هم يعرفون أن المنعم الحقيقي هو الله فيجتمع في قلوبهم الإقرار ثم الإنكار يجحدون هذه النعم والمسلم عليه أن يحذر أشد الحذر ولا يكن في غفلة لأنه قد يقع في البطر ويقع في ظلم الناس بسبب هذه النعم التي أنعم الله عليه يتخذها سبيلا إلى ظلم الناس فيتكبر ويبطر على خلق الله ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فينعم الله عليهم بالنعم وبالمال وبالسلطان فيظهر فيهم الظلم والبطر والكبر والغفلة وينكرون هذه النعم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي هكذا هو الإنسان وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار والمؤلف لما ذكر هذه الآثار ختمها أيضا بقول مجاهد وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف كما عند الطبري وأكثر هذه الآثار أخرجها الطبري في تفسيره وأخرجها عبد الرزاق أيضا في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره وكلها آثار المعنى فيها متقارب أن الإنسان ينكر هذه النعم ويضيفها إلى غير الله قال بعد ذلك رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرصا وأقرعا وأعمى فأراد الله أن يبتليهم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف الحديث في الصحيحين لكن المؤلف رحمه الله ذكر سياق ما جاء في صحيح مسلم ومعروف أن الإمام مسلم اعتنى بالألفاظ أكثر من عناية الإمام البخاري رحمه الله فالمؤلف ساق ما جاء في صحيح مسلم قال فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به إذن ابتدأ هذا الملك وكان على صورة إنسان ابتدأ بالذي أصيب بالبرص والبرص معروف يصيب الجلد فيكون هذا الجلد قد صار أبيض لهذا قال قذرني الناس يعني أن الناس يشمئزون من رؤيتي قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسن وجلدا حسنا مسحه أي مسح على جسده وجسمه فالله عز وجل أذهب عنه هذا المرض بهذا السبب أن الملك مسح على جلده و جسمه وبدنه ثم قال له فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق إسحاق هنا هو أحد رجال الإسناد وهو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وهو عمه أنس ابن مالك لأنه حفيد أبي طلحة وعبد الله بن أبي طلحة هو أخ أنس وهو ابن أم سليم فهذا إسحاق هو حفيد أبي طلحة وكذلك جدته أم سليم وعمه أنس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين هو الذي شك هل هذا المال من الإبل أو من البقر قال فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها يعني أعطاه ناقة وهذه الناقة حامل وهي في شهرها العاشر منذ أن طرقها الفعل مر عليها عشرة أشهر ولم يكتفي بذلك بل دعا له بالبركة بارك الله لك فيها ولا شك أن الإبل من أنفس المال في ذلك الوقت قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعر حسن فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصرة إذا نظرنا في الأبرص وكذلك في الأقرع عندما قال له أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن وأما الأقرع فقال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس لم يذكر أحد الرجلين أن الله هو الذي يفعل ذلك كأن يقول أن يرد الله إلي لونا حسنا أو جلدا حسنا ولا قال ذلك الأقرع إلا الأعمى هو الوحيد الذي قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به فأبصر به الناس فمسحه يعني مسح عينيه فرد الله إليه بصرة ثم قال له فأيج المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا أنتج هذان يعني صاحب الابل وصاحب البقر الأبرص والأقرع وولد هذا يعني صاحب الشاه لأنه أعطي من الغنم ثم قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته أي أن هذا الملك عاد مرة أخرى وابتدأ بالأبرص لكنه هذه المرة جاء في صورة الأبرص وفي هيئة الأبرص قالوا حتى يكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه فيتذكر ما كان عليه أنه كان مثل هذا كان أبرص فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فهذا الرجل وهو الملك وصف نفسه بأنه رجل مسكين وفي بعض الروايات في الصحيح قال رجل مسكين وابن سبيل لأنه انقطعت به الحبال ما معنى انقطعت به الحبال في سفره الحبال المقصود بها الأسباب الأسباب التي قد يقطعها الإنسان في طلب الرزق فكأنه يقول هذه الأسباب التي يفعلها الإنسان في طلب الرزق وفي سفره انقطعت به لم أجد سببا فطلب منه أن يزوده ببعير حتى يتبلغ به في سفره فإذا بهذا الأبرص يقول له فقال الحقوق كثيرة وهو لا يريد منه إلا بعيرا حتى يصل بهذا البعير إلى مراده لم يطلب منه شيئا زائدا غير البعير والرجل عنده واد صار له واد من إبل فإذا به يقول له هذا الملك فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر إذن لم ينسب النعمة إلى الله عز وجل بل كذب في ذلك ولهذا قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر يعني بمعنى أني ورثت هذا المال من كبير عن كبير ونحن أهل العز وأهل الشرف وأهل المال وهو كاذب في ذلك ولهذا قال فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت دعا عليه بهذا الشرط إن كنت كاذبا وهو كاذب وذكر الدعاء بالفعل الماضي قال فصيرك الله قالوا أراد المبالغ في الدعاء عليه لم يقل أسأل الله أن يصيرك أو أن تصير إلى كذا إنما جاء بالفعل الماضي فصيرك الله إلى ما كنت قالوا أراد المبالغ في الدعاء على هذا الكاذب ثم قال وأتى الأقرع في صورته يعني كما كان هو أقرع جاء هذا الرجل إليه أيضا وهو أقرع حتى يذكره ويكون أبلغ في إقامة الحجة كما صنع مع الأبرص فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت يعني ذكره بالنعمة وقال له ألم تكن أقرع فأعطاك الله الشعر الحسن فأنكر وذكر أنه أيضا ورث هذا المال وهو البقر كابر عن كابر قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته جاء إليه على صورة رجل أعمى على صورة رجل أعمى فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم لا أجهدك اليوم بشيء أخدته لله وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الأعمى فقد أضاف النعمة إلى الله عز وجل ولم يكتفي بما أراده هذا الرجل فيعطيه شاتا لأنه طلب شاتا قال شاتا أتبلغ بها في سفري بل قال له فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخدته لله يعني لا أشق عليك إذا أردت أن تطلب شيئا وتأخذ ما تريد من هذه الغنم فخذ ما تريد وخذ ما تطلبه قالوا أيضا جاء لا أحدك يعني لا أمنعك كما في بعض الروايات بالمهملة بالحاء قالوا إذن لا أحدك لا أمنعك وجاءت كذلك لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي قال العلماء أي لا أطلب منك الحمد خذ ما أردت ولا شك أن هذا الرجل قد وفق فأضاف النعمة إلى الله وذكر ما كان عليه أنه كان أعمى وأن الله أنعم عليه فرد بصره مع أن هذا الرجل لم يذكره بماضيه إنما قال له بالذي رد عليك بصرك فأقر بذلك وقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فبعد ذلك قال له الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه فالحديث في الصحيحين وكان من توفيق الله لهذا الأعمى أن الله سبحانه وتعالى نجاه من هذا الابتلاء فوفق وفعل ما أراده الله منه ولم يقع في كفران النعم بل شكر النعمة وأضافها إلى الله واعترف بها وحمد الله عليها وقابل هذا الرجل بالصدقة فأعطاه ما يريد فكان رفيقا به وبضعفه فأكرمه ولا شك أن البخل مذموم لأن الأبرص والأقرع أيضا وقع في هذا الخلق وهو البخل مع أن هذا الرجل لم يطلب شيئا كثيرا إنما طلب بعيرا وطلب بقرة من الأقرع لكنهم أبوا ومعطوه شيئا وقالوا الحقوق كثيرة فانظروا ما قاله العلماء إن البخل حمل هذين على الكذب وعلى كفران النعمة وعلى جحودها إذن هذا الحديث العظيم أورده المؤلف رحمه الله حتى يبين ما يتعلق بإضافة النعم إلى الله وأن الإنسان يشكر ربه ويحمد الله عز وجل قال بعد ذلك ويضيف النعم كذلك إلى الله قال بعد ذلك فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما معنى ليقولن هذا لي الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة ولا شك أن هذه القصة وهذا الحديث العظيم فيه عبر كثيرة فالإنسان إذا أراد أن الله عز وجل يديم عليه النعم ويثبت هذه النعم ولا تزول فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى ولهذا ستجد في القرآن أن الله عز وجل يقرن النعم بالشكر لهذا قال فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ يعني لا تكفروا هذه النعم فينزل بكم ما نزل بأولئك الذين كفروا النعم ومثاله هذا الأبرص وهذا الأقرع وقال الله سبحانه وتعالى أيضا حينما أثنى على عبده سليمان النبي الكريم قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخني برحمتك في عبادك الصالحين فهذا النبي الكريم سليمان يدعو ربه أن يمكنه من الشكر فيشكر نعمة الله عليه وهي نعم كثيرة أنعم عليه وعلى والديه فيسأل الله أن يلهمه ذلك بأن يعمل صالحا يرضى سبحانه وأن يمن عليه بدخول الجنة وهكذا المسلم يسأل ربه التوفيق للقيام بشكر هذه النعم وهكذا أيضا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذه الآية قالوا نزلت في أبي بكر الصديق فهذا أيضا فيه ثناء على هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما نجى الله سبحانه وتعالى لوطا ومن معه من المؤمنين قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولما امتدح إبراهيم قال شاكرا لأنعمه يعني إن إبراهيم يعني أن إبراهيم كان قائما بشكر الله عليه الصلاة والسلام وما بكم من نعمة فمن الله إذا كان الأمر كذلك فعلينا أن ندعو وأن نتضرع بين يديه في الرخاء وفي الشدة لا كما يصنع أولئك إذا جاءت الشدة دعوا الله وإذا جاء الرخاء كفروا بأنعم الله لهذا قال الله في القرآن وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مشكم الضر فإليه تجأرون وعليك أيضا أن تتحدث بنعم الله كما أمر الله نبيه فإن التحدث بنعم الله من أسباب تثبيت النعم وأما بنعمة ربك فحدث يعني أنشر ما أنعم الله عز وجل عليك بالشكر والسناء اعترف لله وأقر وتخبر الناس أيضا بهذه النعم إلا إذا خفت من حاسد أو حاقد فنعم فهنا لا تحدث هؤلاء بالنعم حتى لا يزداد لك بغضا ولهذا ذكر بعض السلف أنك تحدث بالنعمة من يكون عندك من إخوانك الثقات ممن تثق به وإلا فالأصل أننا نتحدث بالنعم حتى يكون في ذلك اقتداء بك وهو من الإقرار بالنعم ثم إذا أنعم الله عليك إياك ثم إياك أن تعصي الله عز وجل بهذه النعمة أشكر الله عز وجل وتقرب إليه إياك من خلق الكبر وخلق كذلك البطر والشر والفساد بهذه النعم لأن هذا ليس من تزكية النفس هذا من استخدام النعمة في غير محلها لهذا موسى لما أنعم الله عليه قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين يعني بما أعطيتني من النعم لن أكون معينا لهؤلاء المجرمين الكافرين وهكذا إذا أنعم الله عليك إياك أن تستخدم هذه النعم في معصيته اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وأسباب النعم أسباب زوال النعم كثيرة وقد ذكرنا هذه الأسباب ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد وهو الباب التاسع والأربعون قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب هذا الكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله عن ابن حزم ذكره ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع يقول ابن حزم واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب هكذا كما في كتابه مراتب الإجماع وهو قريب مما ذكره المؤلف أما بالنسبة للتعبيد أما بالنسبة لتعبيد الأسماء بغير الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز وحرام ويحرم التعبيد لغير الله مطلقا وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم قد تسموا بمثل هذا فتجد أحدهم قد تسمى بعبد عمر أو عبد شمس فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويغير اسمه كما حصل لعبد الرحمن بن عوف فقد جاء عند ابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني وعند البزار وعند التضران أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الرحمن وقد كان اسمه عبد عمر وقد جاء ذكر تسميته بعبد عمر في صحيح البخاري أما تغيير الاسم لعبد الرحمن جاء خالق الصحيح وكذلك أبو هريرة كان في الجاهلية اسمه عبد شمس ثم غيره النبي عليه الصلاة والسلام وسماه عبد الرحمن كما عند الحاكم في مستدركه وإن كان فيه مقال لكن هذا مشهور أنه غير اسمه عليه الصلاة والسلام ومر معنا أيضا حديث أبي شريح الذي كان يكن بأبي الحكم فقد جاء عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود في سننه وعند النساء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غير كنيته سمعهم أيضا يسمون رجلا بعبد الحجر فقال له عليه الصلاة والسلام ما اسمك؟ قال عبد الحجر فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنت عبد الله فغير اسمه من عبد الحجر إلى عبد الله والأحاديث كثيرة جدا في ذلك وقد تكون بعض الأحاديث فيها مقال إلا أنها مشهورة فقد جاء كذلك عند ابن سعد في الطبقات بإسناد فيه مقال أن رجلا كان اسمه عبد عوف فقال له أنت عبد الله وهكذا آخر أيضا عند ابن سعد في الطبقات وفيه مقال أيضا كان اسمه عبد شمس فقال له عليه الصلاة والسلام أنت عبد الله وعلى هذا العلماء وقد نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله إلا أن ابن حزم استثناء عبد المطلب وهنا قد يقول قائل ما معنى استثناء ابن حزم؟ هل معنى استثناء ابن حزم أن العلماء أجمعوا على تحريم التعبيد وأجمعوا على جواز عبد المطلب ليس هذا هو المراد من كلام ابن حزم رحمه الله لأن بعضهم قد يظن هذا الظن أن ابن حزم ينقل الإجماع على تحريم التعبيد لغير الله وضرب مثالا بعبد عمر وعبد الكعبة وفي المقابل أيضا ينقل الإجماع على جواز عبد المطلب هذا غير صحيح إنما قصد بذلك أن اسم عبد المطلب وقع فيه خلاف وما هو الصواب في التسمية بعبد المطلب لا يجوز التعبيد باسم عبد المطلب ولا ينسب إلى ابن حزم أنه يجوز عبد المطلب بسبب هذه العبارة التي قالها في كتابه المراتب لكن قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حنين كما في الصحيحين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب الجواب عن هذا هذا الحديث ليس فيه ما يدل على الجواز إنما هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء هو لم ينشئ إثما ولم يسمي أحدا بابنه ولم يسمي أحدا بعبد المطلب إنما أخبر عن جده ولا شك أنه هو ابن عبد المطلب وباب الإخبار بالإسم ليس كباب الإنشاء فلو أن إنسانا أراد أن يسمي ولده عبد المطلب لقلنا له لا تفعل لا يجوز لأن التعبيد بغير الله حرام التعبيد يكون لله تعبيد الخلق يكون لربهم لهذا كان يغير الأسماء الشركية عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فتسمي بعبد الله وبعبد الرحمن وهذان هما الأصل في التسمية عبد الله وعبد الرحمن لأن هذين الإسمين هما الأصل وبقية أسماء الله عز وجل هما الأصل لهذين لباقي الأسماء إذن لا يجوز التسمية بعبد المطلب وعندما قال أنا النبي لا كذب من عبد المطلب هذا من باب الإخبار يخبر عن نفسه فإن جده هو عبد المطلب وهذا بالاتفاق وقد كان ينادي عمه يقول يا عباس بن عبد المطلب ولما خطب قريشا كان يخاطبهم أيضا بذلك يا بني عبد شمس يا بني عبد الدار لأن هذا شيء يدل على أمر يتعلق بالإخبار إذن التعبيد لغير الله لا يجوز مطلقا لكن قد يقول قائل جاء أن بعض الصحابة اسمه عبد المطلب وإذا قرأت في كتب الصحابة كالإصابة والاستيعاب وأسد الغابة ستجد أنهم ذكروا عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب وذكروا أنه صحابي رضي الله عنه وهو هاشمي وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ذكره في صحيح مسلم عندما أمر عليه الصلاة والسلام بتزويجه فقد دخل وسأله الزواج هو والفضل بن العباس فأمر بتزويجهما وزوجه أبو سفيان بن الحارث زوجه ابنته والجواب عن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ذكر أن الزبير بن بكار هو أعلم الناس بنسب قريش وأنه أعلم الناس بأحوالهم وأنه لما ذكر هذا الرجل قال إن اسمه المطلب وقد صوب هذا أيضا جمع من العلماء ليس اسمه عبد المطلب بل إن اسمه المطلب ويكفي في ذلك أهل التخصص وأهل الخبرة وعلى رأسهم الزبير بن بكار وقد ذكر أيضا أن العسكري ذكر أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب أما أهل الحديث فبعضهم كان يسميها المطلب ومنهم من يسميه عبد المطلب والصواب أنه المطلب ولو كان اسمه عبد المطلب لغيره النبي عليه الصلاة والسلام كما غير عبد شمس وغير عبد عمر وغير عبد الحجر وكثير من الأسماء التي عبدت لغير الله سبحانه وتعالى قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يعني نفس الآية التي بوب بها هذا الباب فلما آتاهما صالحا لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوثهما سميا عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنه وهو موقوف من قول ابن عباس لا يصح أثر ضعيف وقد جاء عن ابن عباس من قوله وجاء عن ابن عباس عن أبي بن كعب وجاء عن جمع من التابعين كما سيذكر المؤلف أما أثر ابن عباس الذي بين أيدينا فقد أخرجه الطبر في تفسيره من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس وهذا الحديث وهذا الأثر ضعيف لا يصح لماذا؟ لأنه من طريق داود بن الحسين عن عكرمة ومعروف أن رواية داود عن عكرمة فيها ضعف فهو ضعيف في عكرمة وابن إسحاق الذي يروي عن داود قد عنعن في الإسناد وهو مدلس ولم يصرح بالسماع وزد إلى ذلك أن التبر رواه عن شيخه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف إذن هذه كلها العلل في هذا الأثر وجاء كذلك عن ابن عباس من طريق شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم وهو لا يصح ضعيف لأنه من طريق شريك وشريك معروف أنه سيء الحفظ وكذلك يروي عن شيخه خصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف وجاء كذلك عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم في تفسيره طريق سعيد بن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي فهو من قول أبي بن كعب معنى أثر أبي كمعنى أثري ابن عباس الذي بين أيدينا وأثر أبي لا يصح ضعيف وفيه عدة علل فإن سعيد بن بشير ضعيف ويروي عن عقبة وعقبة هذا مجهول لا ندري من هو ويروي عن قتادة وقتادة هنا رواه بالعنعنة فقال عن مجاهد فكل هذه العلل أيضا تؤكد ضعف هذه الآثار وهل روي شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم في مسند الإمام أحمد جاء من حديث سمره رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال إبليس لحواء سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسموه فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان هكذا كما عند أحمد في المسند وأخرجه أيضا الترمذي في جامعة وهو عند الطبر في تفسيره وأخرجه الطبراني وابن أبي حاتم والحاكم وهو حديث ضعيف بل كما قال الذهب قال منكر لماذا لأنه من طريق عمر بن إبراهيم العبدي يروي عن قتاده ومعروف أن حديث عمر عن قتاده فيه ضعف ورواية عمر العبدي عن قتاده ضعيفة وزد إلى ذلك أن قتاده رواه بالعنعنة فقال عن الحسن وقتاده مدلس والحسن كذلك رواه بالعنعنة عن سمرة الحسن البصري يقول عن سمرة ففيه تدليس قتاده وفيه تدليس الحسن وفيه أيضا الضعف الذي في رواية عمر ابن ابراهيم عن قتادة ولهذا لما اخرجه ابن عديفي الكامل ذكر انه جاء من طريق قتادة قال وحديث عمر ابن ابراهيم عن قتادة مضطرب اذا هذا الحديث ايضا ضعيف ولا يصح شيء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة لا شك انها من المسائل التي اختلف فيها السلف والخلاف بين اهل السنة في ماذا الخلاف هل الشرك الذي ذكر هنا يضاف الى ادم وحواء طائفة من اهل العلم قالت نعم وهم الاكثر في الحقيقة من السلف يرون ان الشرك الذي ذكر هنا هو يضاف الى ادم عليه السلام والى حواء جعل له شركاء فيما اتاهما قالوا هنا الضمير يعود الى ادم وحواء جعلا لكن طائفة منهم تقول هذا الشرك انما هو في التسمية لم يكن شركا في العبادة يعني نحن نقر بان هذا الشرك يضاف الى ادم وحواء لكن هذا الشرك ليس في العبادة لم يعبدوا لم يعبد ابليس وانما هو مجرد شرك في التسمية وهذا ما سيذكره المؤلف لان المؤلف انتصر لهذا القور رحمه الله ففي المسائل والمسألة الثالثة قال ان هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها وجمع على هذا كابن جرير الطبري والبغوي وجاء عن السلف ايضا من التابعين كقتادة وسعيد بن جبير والسدي وهذه كلها موجودة الاثار عند الطبري وعند ابن ابي حاتم وطائفة قالوا بل انه شرك في الطاعة نعم ليس شركا في العبادة هو شرك في الطاعة ولهذا قال المؤلف عليه رحمة الله وله يعني لابن ابي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته واذا رجعنا الى تفسير ابن ابي حاتم سنجد كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله انه ورد باسناد صحيح من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة جعل له شركاء فيما اتاهما قال فكان شركا في طاعته ولم يكن شركا في عبادته ولم يكن شركا في عبادته اذا قتادة رحمه الله كان يرى ان هذا من شرك الطاعة وشرك الطاعة عند العلماء ينقسم الى قسمين شرك اصغر وشرك اكبر هذا الصنف هو ما يتعلق بتعبيد الاسماء هذا من الشرك الاصغر ولا شك انه شعبه من شعب الشرك لماذا؟ لانه في الحقيقة قالوا لم يقصد معنى العبودية والتأله فكان رحمه الله يفسر هذه الاية بانه شرك في الطاعة ولم يكن شرك في العبادة يعني ليس الشرك الاكبر اما الشرك الاكبر وهو شرك الطاعة فيما يتعلق بالتحليل والتحريم وهذا قد مر معنا في باب افرده المؤلف رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون وقد جاء تفسير ذلك في حديث عدي بن حاتم عندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وفي عنقه الصليب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن ثم قرأ هذه الاية اتخذوا احبارهم ورهبانهم فقال عليه الصلاة والسلام اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه فهذا هو المراد بشرك الطاعة الذي هو القسم الثاني الشرك الاكبر والمؤلف نفسه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب وفي كتاب التوحيد كذلك ذكر هذا رحمه الله عندما ذكر هذه الاية قال وتفسيرها الذي لا اشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه لا دعاؤهم اياهم كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم وطائف منهم نسبت هذا الشرك الى حواء اي ان الشرك وقع من حواء لا من ادم عليه السلام ولم يقع ادم في الشرك البتة هذا بالنسبة للقول الاول الذين قالوا ان الشرك قد وقع فيه ادم عليه السلام استدلالا بهذه الاية واستدلالا ببعض الاثار وقد ذكرنا ان بعض التابعين قالوا بذلك القول الثاني ان الشرك نسب الى ادم وحواء لكن المعنى والمقصود به اولاد ادم وحواء من اليهود والنصارى والمشركين اما ادم وحواء فهما بريئان من هذا الشرك هذا القول هو الصواب الذي لا شك فيه لماذا لانه فيه تنزيه لمقام ادم عليه الصلاة والسلام من الشرك وفيه اجلال لمقام هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومعروف ان الانبياء معصومون وهذا القول قد روي عن ابن عباس وصح باسناد صحيح عن الحسن البصري كما جاء عند عبد الرزاق في تفسيره كان يقول الحسن انما عنا بها ذرية ادم من اشرك منهم بعده كما ايضا في تفسير ابن جرير وممن انتصر لهذا القول من المحققين القرطبي وابن القيم وابن كثير وابن سعدي والشنقيط في اضواء البيان لان الله يقول في القرآن فتعالى الله عما يشركون هذا يدل على ان الذين اتوا بهذا الشرك هم جماعة ولو كان المراد ادم حواء لعبر بصيغة التثنية وكذلك في قوله ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فالمقصود ايضا من هذه الاية الرد على من جعل الاصنام شركاء لله وليس المراد بها ادم حواء وكذلك ايضا في هذه الاية قوله هنا ايشركون ما لا يخلق شيئا قالوا لو كان المراد ابليس كما جاءت هذه الاحاديث الضعيفة لقال ايشركون من لا يخلق شيئا ولم يقل ماء لان العاقل انما يذكر بصيغة من ليس بصيغة ماء ثم ان ابليس ليس من اسمائه الحارث ولم يذكر احد من العلماء ان ابليس من اسمائه الحارث حتى يقال انه سمى ذلك الولد بعبد الحارث فحصل الشرك سواء كان في التسمية او كان في الطاعة كل هذا غير صحيح وما اجمل ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد عندما ذكر ان الله عز وجل لما ذكر قصة ادم وما يتعلق باكله من الشجرة ذكر انه تاب وبين ان الله تاب عليه فهنا لو كان هذا المقصود به ادم وهو الشرك اي ان ادم وقع في الشرك فاين توبته هل يعقل انه لم يتوب او ان الله لم يذكر توبته مع ان الله ذكر توبته في ادنى من ذلك وهو ما يتعلق باكل الشجرة فكيف بالشرك ومعروف ان الله اذا ذكر خطيئة بعض الانبياء فانه يذكر توبتهم كما في قصة الشجرة كيف انهما تاب من ذلك بقي امر اخير قد يقول قائل ان الطبر رحمه الله في تفسيره ذكر الاجماع على هذا وان ادم قد وقع في الشرك وانه هو المعنين بهذه الاية فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء وان المراد شرك في التسمية لا في العبادة لان الطبر لما ذكر هذا قال واولى القولين بالصواب قول من قال عنا بقوله فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء قال في الاسم لا في العبادة وان المعنية بذلك ادم وحواء لاجماع الحجة من اهل التأويل على ذلك فهذا هو دليل من ذهب الى هذا القول ان الطبر نقل الاجماع بدليل قوله لاجماع الحجة من اهل التأويل على ذلك والجواب عن ذلك ان هذا مسلك يسلكه الطبر رحمه الله في تفسيره فان الطبر عندما يرى ان الاكثر ذهب الى هذا القول يجعله اجماعا وانه هو نفسه هنا يقول واولى القولين بالصواب يعني ان المسألة فيها قولان فكيف يكون اجماعا لكن من عرف طريقة الامام الطبري عرف انه لا يقصد بالاجماع الاجماع الذي تعارف عليه العلماء ويؤكد ذلك ان ابن كثير رحمه الله في تفسيره انتصر للقول الثاني وهو القول بان الشرف لم يقع من ادم ولا حواء اصلا وذكر الاسانيد الصحيحة عن الحسن وصحها هذه الاسانيد ثم ذكر رحمه الله ان هذا هو احسن التفاسير واولى ما حملت عليه الاية حتى انه رحمه الله لما ذكر مذهب الحسن البصري قال واما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله اعلم وانه ليس المراد من هذا السياق ادم وحواء وانما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله فتعالى الله عما يشركون ثم قال رحمه الله وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن اتيتنا صالحا قال اشفق ان لا يكون انسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما واما اثر مجاهد رحمه الله فهو عند الطبر في تفسيره وعند ابن ابي حاتم كذلك كما ذكر المؤلف الا انه من طريق يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ومعروف ان يحيى بن يمان ضعيف فاثر مجاهد فيه ضعف لا يصح قال وذكر معناه عن الحسن اما اثر الحسن فقد صح عنه وقد ذكرنا ان الحسن ممن ذهب الى ان الشرك لا ينسب لا الى حوى ولا الى ادم من باب اولى وقد ذكرنا ان ما ورد عنه عند الطبر في تفسيره وكذلك عند عبد الرزاق في تفسيره وجاء كذلك عند ابن ابي حاتم في تفسيره فقال الحسن هم اليهود والنصارى رزقهم الله اولادا فهودوا ونصروا يعني في قوله جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون وكذلك اثر سعيد بن جبير لانه قال الحسن وسعيد المقصود بسعيد هنا هو سعيد بن جبير فقد جاء كذلك عند ابن ابي حاتم باسناد حسم وكذلك عند الطبر ان سعيدا لما قرأ هذه الاية دعواء دعواء الله ربهما لئن اتيتنا صالحا قال سعيد فسمع ذلك ابليس قال لها انك قد حملتي فتلدين قالت له وما الد قال بعض ما ترين بعيرا بقرة ماعزة ضانية قالوا فهذا هو قول الله عز وجل دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا فحصل تخويف من ابليس لهذا قال لما تخوفهما لما تخوفهما به ابليس من البعير والبقرة والضانية والماعزة وهذا جاء عنه باسناد حسن وله الفاظ عن سعيد بن جبير ذكرها هؤلاء في كتب التفسير قال بعد ذلك رحمه الله فيه مسائل الاولى تحريم كل اسم معبد لغير الله وهذا قد مر الكلام حوله بالتفصيل الثانية تفسير الآية وقد ذكرنا الاختلاف الذي حصل في تفسير هذه الآية وما هو القول الصواف في ذلك الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها لم تقصد حقيقتها وهذا أيضا ذكرناه وقلنا إن المؤلف رحمه الله ممن ذهب إلى هذا القول أن الشرك حصل من آدم عليه الصلاة والسلام لكنه مجرد تسمية ولم يقصد حقيقة الشرك وقد ذكرنا أن الصواب ما قاله بعض السلف كالحسن البصري وغيره من العلماء أن الشرك لم يقع أبدا من آدم عليه السلام وحاشاه لا في التسمية ولا في الطاعة ولا في شيء من ذلك قال الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم ولا شك أن هبة الأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا فالله عز وجل يقول في القرآن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء من عباده يرزق هؤلاء الإناث ولا يرزقهم الذكور ويرزق هؤلاء الذكور ولا يرزقهم الإناث وبعضهم يعطيهم من الذكور والإناث فهي عطية من الله سبحانه وتعالى فإذا كان هذا المولود الذي رزقت به سالما وسويا من الآهات ومن الأمراض فلا شك أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل وبينا الفرق وأن شرك الطاعة ينقسم إلى قسمين وقد مر معنا في باب خاص ما يتعلق بذلك في تفسير آية التوبة مع حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وبهذا القدر نكتفي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه